بسم الله الرحمن الرحيم حلقة اليوم عن عالم كبير اللي لم يكن هو أعظم علماء العرب في العصر الحديث على الإطلاق هو الدكتور علي مصطفى مشرف اللي ولد في 11 يوليو سنة 1898 ميلادية بمدينة الضمياط في شمال مصر قبل ما هنتكلم عن حياته ومراحله والتعليم في حياته هنتكلم عن البيئة المحيطة له والده ومراحل دراسته والدته وأسرته كان والده أحد وجهاء مدينة الضمياط من الأعيان وأصحاب الأطيان الزراعية وكان معروفا في ذلك الوقت بأنه من المتأسرين بفكر العالم جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده وكان عقلانيا في فهم الإسلام كان صاحب فكر في فهم الإسلام وكان محاربا للبدع وسمي في زمانه بصاحب المذهب الخامس وكانت والدته مدرسته الأولى وكانت تدرس له في مدرسة الكتب وكان الدكتور علي مشرفة دائما من الأوائل في الدراسة وكان يتميز بأنه صاحب وقار طفل لا يلعب مع أقرانه معتبرا أن اللعب خروج عن الوقار هكذا غرست فيه والدته الجدية والالتزام لدرجة أنه كان يعتبر أن الجاري الذي يمارسه الأطفال هو خروج عن الوقار كان دائما محتفظا بسمته الغالب في هيئة صاحب الوقار وصاحب الهمة كان دائما مجتهدا لا يضيع وقته توفي والده سنة 1910 بعد أن خسر أمواله وأرضه الزراعية في مضربات القطن سنة 1907 وكان موت الأب تغيرا كبيرا جدا في حياته كان تغيرا في حياة الطفل علي مشرفا الذي يبلغ الثانية عشر من عمره انتقل إلى القاهرة مع والدته في بيت جده وادخلته مدرسة العباسية السانوية بالأسكندرية بالقسم الداخلي المجاني ونتيجة لتفوقه التحق في السنة التالية بالمدرسة السعيدية بالقاهرة بالقسم المجاني أيضا لتفوقه في الدراسة حصل على القسم الأول سنة من الدراسة سنة 1912 ثم حصل على البكالوريا سنة 1914 وكان الثاني على القطر المصري وهو أصغر طالب يحصل على البكالوريا في مصر وكان عنده 16 سنة فقط كان تفوقه ونبوغه مؤهلا له لأن يلتحق بأي مدرسة عليا اختاره سواء الطب أو الهندسة ولكنه فضل أن يلتحق بمدرسة المعلمين العليا وهي تعادل في زمننا كلية التربية تخرج منها بعد ثلاث سنوات وهو الأول على دفعته اختارته وزارة المعارف إلى بعثة تعليمية أرسلته إلى انجلترا لاستكمال دراساته العليا كان المشرف على الدكتوراه في لندن هو العالم الكيميائي تشارلز توماس ويلسون الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء حصل على الدكتوراه في العلوم من جامعة لندن سنة 24 وهي أعلى درجة علمية في العالم ولم يتمكن من الحصول على هذه الدرجة العلمية سوى أحد عشر عالما على مستوى العالم كان هو أحدهم اللي قدروا يحصلهم على الدكتوراه اللي حصل على الدكتوراه علي مشرفه سنة 1924 قبلها بسنة يعني سنة 1923 حصل على دكتوراه في فلسفة العلوم من جامعة لندن وبعدها بالسنة مباشرة حصل على دكتوراه في العلوم من جامعة لندن لأعلى درجة علمية في العالم كان الدكتور علي مشرفه هو أول مصري يحصل على الدكتوراه في العلوم من جامعة لندن سنة 1924 عين بعد ذلك أستاذا للرياضيات في مدرسة المعلمين العليا ثم أستاذا للرياضيات التطبيقية في كلية العلوم سنة 1926 نال لقب أستاذ من جامعة القاهرة اللي هي جامعة فؤاد سابقا وهو لم يبلغ سلاسون عاما من العمر هو أصغر أستاذ مادة عرفته مصر في تاريخها في سنة 1936 أصبح أول مصري يصبح عميدا لكلية العلوم جامعة القاهرة وحصل على لقب الباشوية من الملك فارق بدأت أبحاثه تاخد مكانها في الدوريات العلمية وهو عنده حوالي 25 عام نشر بحسين له سنة 1922 وهما بحسان نال عليهم درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم سنة 23 بعد كده عمل سبع أبحاث في فروض وقواعد ميكانيكا الكام على تأثير زيمن وتأثير شتارك ومن خلالها حصل على درجة دكتوراه العلوم من جامعة لندن وفي عام 1932 نشر بحسا بعنوان هل يمكن اعتبار الإشعاع والمدة صورتين لحالة كونية واحدة وهو ما أثبته في بحسه بالنسبة لمؤلفاته له العديد من المؤلفات واحد المؤلف الأول الميكانيكا العلمية والنظرية سنة 37 الهندسة الوظيفية سنة 37 طلعات علمية سنة 1943 النظرية النسبية الخاصة سنة 1943 الهندسة المستوية والفراغية سنة 1944 الظرة والقنابل الذرية سنة 1945 نحن والعلم سنة 1945 العلم والحياة سنة 1946 الهندسة وحساب المسلسات سنة 1947 في فترة العشرينيات والسلاسينيات من القرن الماضي درس دكتور مشرفه معادلات ماكسويل ونظرية النسبية الخاصة له مراسلات مع ألبرت أينشتاين العالم الفيزيائي الكبير والشهير ونشر خمسة وعشرين ورق علمية في مجالات علمية مرموقة وكانت موضوعاتها تتعلق حول نظرية النسبية والعلاقة بين الإشعاع والمدنة ونشر حوالي 12 كتاب حول النسبية والرياضيات ترجمت كتبه إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والبولندية ودرست في جامعات العالم كما قام الدكتور مشرفه بترجمة عشر كتب علمية عن الفلك والرياضيات إلى اللغة العربية وكان مهتما كذلك بتاريخ العلوم وخاصة دراسة مساهمات العلماء العرب في الفقرون الوسطى وقام بمساعدة تلميزه دكتور محمد مرسي أحمد بنشر كتاب الخوارزمي في مجال الرياضيات وكان أول من دعا إلى الإصلاح الاجتماعي والتنمية القائمة على البحث العلمي وساهم كذلك في كتابة الموسوع العلمية العربية والكتب العلمية للتراث الإسلامي العربي كان ضد استخدام الطاقة الزرية في الحرب وحذر من استغلال العلم كوسيلة للتدمير الألقاب الألقاب اللي حصل عليها الدكتور مشرفه كانت ألقاب كثيرة منها حصل لقب باشا من الملك فاروق ولكنه رفض اللقب معللاً ذلك بأنه لا يوجد أفضل من لقب دكتوراه العلم ذلك حصل على لقب وهذا رقب شهير أنه أينشتاين العرب وأطلق عليه هذا اللقب شعبياً يعني عوام الناس تعلم أنه أينشتاين العرب وتم تسمية قاعة محاضرات ومعمل بإسمهم في كلية العلوم جامعة القاهرة ويتم منح مكافأة سنوية تحمل اسمه للطالب الأكثر تمييزاً وزكاءاً في الرياضيات وتتولى عائلة تنفيذ هذا الأمر دعية ليكون أستاذاً زائراً في جامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الملك فاروق رفض ذلك من أشهر أقواله أن طالب العلم طالب حقيقة ومن طلب الحقيقة أحب الحق ومن أحب الحق كان صادقاً ومن كان صادقاً كان شجاعاً ومن كان شجاعاً كان ذا مرؤة ومن كان ذا مرؤة كان كريماً ومن كان كريماً كان رحيماً وأحب الخير وناصر العدل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر توفي الدكتور مشرفة في ظروف غامضة يوم الاثنين 15 يناير 1950 وقد تم نشر تقارير صحفية في هذا الوقت تشير إلى أنه تم اغتياله من قبل أحد عمليات الموساد الإسرائيلي ضد العلماء العرب البارزين وللأسف لم تتحرك الأوساط العلمية الدولية للتحقيق بعمق في وفاته ولم يكن غريباً أن أينشتاين أعظم علماء عصره الذي كان على دراية شخصية بعبقريته لم يكن غريباً أن يعزي العالم في تلك الخصارة العلمية الكبيرة مؤكداً أن اسمه وإنجازاته العلمية لن تنسى وقال في لهجة حزينة أنه لا يمكن التصديق بأن مشرفه قد مال بل هو على قيد الحياة من خلال أبحاثه ونحن في حاجة إلى مواهبه لقد كان عبقرياً وهو واحد من أفضل علماء في الفيزياء وكانت أهم إنجازاته أنه ساهم في تطوير نظرية الكم ونظرية النسبية وأثبت صحة نظرية ألبرت أينشتاين بالمعادلات وكان ذلك إنجازاً علمياً كبيراً وبعد أن استعرضنا حياة دكتور علي مصطفى مشرفه نجد أنه كان نموذج يحتزى به في الجدية والالتزام وحب العلم والبحث العلمي وقدوة لشباب العرب في حسن الخلق والالتزام بالجدية في العمل والعلم وشكراً لحضراتكم جميعاً ورجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وتشجيعاً لنا على المزيد من الفيديوهات الجادة لكم جميعاً ولكم منها خالص الشكر اشتركوا في القناة